اشتركوا في القناة القسمة على كسر عشري اعزائي الطلاب عندما نقسم ثمانية عشر قسمة ستة اذا قسمنا ثمانية عشر على ستة مجموعات بالتساوي فان كل مجموعة ستحوي ثلاثة عناصر كيف نوجد حاصل قسمة واحد وثمانية من عشرة قسمة ستة من عشرة هذا ما سنتعلمه اليوم في درس القسمة على كسر عشري فهيا بنا الى هذا الدرس الممتع تعالوا بنا نقوم بهذا النشاط معنى استعمل النماذج لإيجاد ناتج واحد وثمانية من عشرة قسمة ستة من عشرة نلاحظ هنا كسر عشري مقسوما على كسر عشري الآن نقوم بالتمثيل واحد كامل هنا وهنا ثمانية أجزاء من عشرة الآن سنستبدل الواحد الكامل بعشرة أجزاء لاحظوا هنا إذن هنا ثمانية أجزاء والواحد هنا استبدلناه بعشرة أجزاء كاملة سيصبح لدينا الآن ثمانية عشرة جزءا من عشرة بعد ذلك سنقوم بتقسيم الأجزاء من عشرة إلى مجموعات من ستة أعشار لاحظوا هنا لدي ثمانية عشرة جزءا قسمناها إلى مجموعات من ستة أعشار إذن حصلنا على كم مجموعة هنا أحسنتم حصلنا على ثلاثة مجموعات كل مجموعة تحتوي على ستة من عشرة سيكون لدينا في العدد واحد ثمانية عشرة ثلاثة مجموعات في كل منها ستة أجزاء من عشرة إذن واحد وثمانية من عشرة قسمة ستة من عشرة تساوي ثلاثة أحسنتم نأخذ هذا المثال ومن خلاله سوف نتعرف على طريقة القسمة على كسر عشري هيا بنا عزيزي الطلاب نقرأ هذا المثال أوجد ناتج أربعة عشر وتسعة عشرة من مئة قسمة اثنان واثنان من عشرة ماذا نلاحظ هنا كسر عشري مقسوما على كسر عشري نلاحظ هنا المقسوم والمقسوم عليه ماذا نفعل الآن في البداية دعونا نقدر عندما نقدر المقسوم أربعة عشر والمقسوم عليه يعطيني اثنان أربعة عشر قسمة اثنان يساوي سبعة لإيجاد حاصل ناتج هذه القسمة سنقوم بتحويل المقسوم عليه إلى عدد كلي كيف ستتم هذه الطريقة عزيزي الطلاب نريد أن نحول المقسوم عليه من كسر عشري إلى عدد كلي دعونا نفكر أحسنتم نريد أن نتخلص من الفاصلة كيف نتخلص من الفاصلة بتحريكها جهة اليمين إذن كيف سنحركها جهة اليمين سنقوم بالضرب في قوى العشرة لاحظ هنا للتخلص من الفاصلة سنحتاج إلى تحريكها منزل واحدة وبالتالي سنضربها في العدد عشرة لماذا لأننا عندما نضربها في العدد عشرة سنحرك الفاصلة هنا خطوة واحدة وإذا قمنا بهذه الخطوة في المقسوم عليه سنقوم أيضا بها في المقسوم إذن لاحظوا إذن لاحظوا اضرب المقسوم عليه في عشرة ليصبح عددا كليا إذن اثنان واثنان من العشرة عندما نضربها في عشرة ستصبح عدد كلي لأننا سنحرك الفاصلة بعدد الأصفار جهة اليمين بعدد الأصفار جهة اليمين ثم نضرب المقسوم عليه في العدد نفسه بما أننا ضربنا المقسوم عليه في العشرة العشرة إذن سنضرب المقسوم أيضا في عشرة وبالتالي سنحرك الفاصلة أيضا خطوة واحدة لاحظوا عندما ضربنا الأربعة عشر وتسعة عشر من مئة في العشرة حركنا الفاصلة بمقدار منزلة واحدة أصبح لدي المقسوم مئة واحد وأربعون وتسعون من مئة هنا المقسوم عليه أصبح عددا كليا وبالتالي الآن أستطيع القسمة بعد ذلك نقوم بخطوات القسمة كما في الأعداد الكلية وكما أخذنا أيضا في دارس قسمة كسر عشرية على عدد كلي الآن نقوم بالقسمة هيا بنا عزيزي الطلاب اقسم كما في الأعداد الكلية لاحظوا مئة واحد وأربعون مقسوما على الاثنان وعشرون فيها الستة بعد ذلك نضرب ستة في اثنان وعشرون يُعطيني مئة واثنان وثلاثون بعد ذلك ماذا نفعل؟ أحسنتم نطرح الآن نحصل على التسعة والتسعون الآن وصلنا إلى الفاصلة ماذا نفعل؟ ضع الفاصلة العشرية بعد ذلك نكمل لاحظوا تسعة وتسعون نبحث عن عدد مضروبا في اثنان وعشرون يعطيني تسعة وتسعون أو أقل أو نقسم اثنان وعشرون تقسيم اثنان فيها الأربعة الأربعة مضروبا في اثنان وعشرون أحسنتم ثمانية وثمانون الآن ماذا نفعل؟ نطرح الآن تسعة وتسعون ناقص ثمانية وثمانون سنحصل على العدد احد عشر ووضعنا هنا الصفر للاستمرار كما تعلمنا في دروس سابقة حصلنا على العدد مئة وعشرة ماذا نفعل؟ نقسم الآن مئة وعشرة تقسيم اثنان وعشرون فيها الخمسة خمسة مضروبا في اثنان وعشرون إذن تعطيني مئة وعشرة بعد ذلك نطرح الآن صفر ناقص صفر بصفر واحد ناقص واحد بصفر واحد ناقص واحد أيضا بصفر وبالتالي حصلنا على ناتج عملية القسمة هنا فيكون ناتج القسمة عندما نقسم اربعة عشر وتسعة عشر من مئة على اثنان واثنان من عشر هو ستة وخمسة واربعون من مئة إذا نقارن ذلك بالتقدير الآن كيف نتحقق من صحة هذا الحل سنستخدم للتحقق عملية الضرب كيف ذلك سنقوم بضرب ناتج مضروبا في المقسوم عليه لاحظوا إذا حصلنا على المقسوم فهذا يعطينا أن الحل الذي حصلنا عليه صحيحا لاحظوا هنا عندما ضربنا ستة وخمسة واربعون مئة مضروبا في اثنان واثنان من عشرة يساوي أربعة عشر وتسعة عشر من مئة وبالتالي فالحل صحيح أحسنتم عزائي الطلاب تعالوا بناء عزائي الطلاب لنأخذ هذا التدريب ونفكر في الحل معا هنا ثمانية واربعمائة واربع وعشرون من ألف مقسوما على ستة وثلاثون من مئة هنا كسر عشري مقسوم على كسر عشري هنا ماذا نحتاج لإيجاد ناتج القسمة نلاحظ هنا أن المقسوم عليه كسر عشري وبالتالي ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نحول هذا المقسوم عليه إلى عدد كلي كيف نحوله إلى عدد كلي؟ أحسنتم سنقوم بتحريك الفاصلة إلى اليمين بمقدار منزلتين وبالتالي سنقوم بضرب ستة وثلاثون من مئة في مئة لماذا؟ حتى نستطيع تحريك الفاصلة وعندما نضرب المقسوم عليه في مئة أيضا سنقوم بضرب المقسوم عليه في مئة لاحظوا تمانية واربعمائة واربعمائة وعشرون مضروبا في مئة نحرك الفاصلة بمقدار منزلتين لاحظوا أصبح ناتج الضرب هنا تم مئة واثنان واربعون واربعة من عشرة لاحظوا ستة وثلاثون من مئة هنا مضروبا في مئة حصلنا على عدد كلي وهو العدد ستة وثلاثون بعد ذلك نقسم كما كنا نقسم في الأعداد الكلية الآن هنا أربعة وثمانون مقسومة عن ستة وثلاثون فيها الاثنان لاحظوا اثنان في ستة وثلاثون باثنان وسبعون نطرح الآن أربعة وثمانون ناقص اثنان وسبعون نحصل على اثنى عشر بعد ذلك نزلنا الاثنان هنا ثم نقسم مئة واثنان وعشرون قسمة ستة وثلاثون فيها الثلاثة ثلاثة في ستة وثلاثون أحسنتم مئة وثمانية بعد ذلك ماذا نفعل نوجد ناتج الطرح ثم نضع الفاصل العشرية نزلنا العدد أربعة الآن نقسم مئة واربعون قسمة ستة وثلاثون أحسنتم فيها الأربعة أربعة مضروبا في ستة وثلاثون يعطينا الناتج 144 وبالتالي نطرح الآن 4 ناقص 4 بالصفر و4 ناقص 4 بالصفر و1 ناقص 1 بالصفر بذلك نهينا القسمة وحصلنا على ناتج عملية القسمة هنا إذن الناتج 23 و 4 من 10 أحسنتم تعالوا ناخد القسمة مع وجود أصفار في ناتج القسمة وفي المقسوم مثال أوجد ناتج 52 قسمة 4 من 10 لاحظوا هنا 52 قسمة 4 من 10 ماذا نفعل الآن اضرب المقسوم والمقسوم عليه في 10 لاحظوا أننا نحتاج هنا أن نحرك الفاصلة في المقسوم عليه وبالتالي لاحظوا هنا نحرك الفاصلة بمقدار منزل واحدة حتى نحول المقسوم عليه إلى عدد كلي هنا حركنا بمقدار منزل واحدة في المقسوم حصلنا على 520 مقسوما على 4 وبالتالي حصلنا على عدد كلي الآن نقوم بالقسمة كما في الأعداد الكلية 5 قسمة 1 5 قسمة 4 فيها الواحد هنا 1 مضروبا في 4 بـ 4 5 نقص 4 فيها الواحد نزلنا الاثنان أصبح العدد هنا 12 12 مقسوما على الاربعة فيها الثلاثة 3 مضروبا في 4 بـ 12 نطرح الآن 12 نقص 12 بالصفر وهنا أيضا نزلنا الصفر لاحظوا إذا نضع صفرا في منزلة أحد ناتج قسمه لأن الصفر قسمة 4 بالصفر الآن ماذا نفعل نضع الفاصلة وبالتالي حصلنا على ناتج هذه العملية إذن 52 قسمة 4 من 10 يعطيني 130 نريد الآن نتحقق من الحل نضرب 130 في 4 من 10 يكون الناتج 52 وبالتالي فحلي صحيح نأخذ الآن تدريب آخر كم مرة تقريبا يساوي عدد مستعملي الإنترنت في السعودية عدد مستعملي في الإمارات من خلال هذا الجدول الذي نراه الآن أمامنا إذن سنقسم لاحظوا هنا مستعملي الإنترنت في السعودية 13 و 6 من 10 بينما في الإمارات 4 و 5 من 10 إذن سنقسم الآن 13 و 6 من 10 قسمة 4 و 5 من 10 لاحظوا هنا كسر 20 مقسوم على كسر 20 ماذا نحتاج الآن سنقوم بتحريك الفاصلة في المقسوم عليه والمقسوم أيضا بمقدار أحسنت منزل واحدة وبالتالي أحتاج أن نضرب المقسوم والمقسوم عليه في العدد 10 لاحظوا حركنا هنا ضربنا في 10 هنا أصبح العدد 45 وهنا حركنا بمقدار منزل واحدة لأننا ضربنا المقسوم في 10 إذن أصبح العدد 136 قسمة 4 الآن 136 مقسوم على 45 فيها الثلاثة ثلاثة مضروبا في 45 يكون الناتج 135 ماذا نفعل الآن أحسنتم نطرح الآن لاحظوا حصلنا على 10 هنا 6 ناقص 5 بواحد وهنا الآن طلعنا الفاصل أو نزلنا الصفر هنا حصلنا على العشرة الآن ماذا نفعل صفر في 45 بصفر صفر ناقص صفر بصفر واحد ناقص صفر بواحد وبالتالي يكون الناتج العدد ثلاثة إذن مستعمل الإنترنت السعودية ثلاثة أمثال مستعملية في الإمارات تقريبا نأخذ هذا التقويم أوجد ناتج تسعة من مئة قسمة واحد وثمانية من عشرة إذن ماذا نفعل أحسنتم سنقوم بضرب المقسوم عليه في عشرة وأيضا المقسوم أيضا في عشرة حتى نحول المقسوم عليه إلى عدد كلي لاحظوا وبالتالي حصلنا على تسعون قسمة ثمانية عشر تسعون من مئة مقسوما على ثمانية عشر الآن نقسم كما كنا نقسم في الأعداد الكلية صفر في ثمانية عشر بصفر نطرح الآن صفر نقص صفر بصفر الآن طلعنا الفاصل العشرية ونزلنا التسعة هنا الآن نضرب صفر في ثمانية عشر بصفر لاحظوا تسعة نقص صفر بتسعة نزلنا الصفر هنا وحصلنا على العدد تسعون تسعون قسمة ثمانية عشر فيها الخمسة خمسة في ثمانية عشر بتسعون والتالي تسعون ناقص تسعون بصفر والتالي الآن حصلنا على ناتج هذه العملية وهو العدد خمسة من مئة إذن تسعة من مئة قسمة واحد وثمانية من عشرة يساوي خمسة من مئة أحسنتم حتى نتحقق من الناتج سوف نضرب الناتج في المقسوم عليه لاحظوا خمسة من مئة مضروبا في واحد وثمانية من عشرة سنحصل على تسعة من مئة وبالتالي فالحل هنا صحيح أحسنتم أعزائي الطلاب ما لا تعلمنا اليوم تعلمنا اليوم أعزائي الطلاب القسمة على كسر عشري وعند القسمة على كسر عشري نحتاج أن نحول المقسوم عليه لعدد كلي كيف ذلك بضرب كل من المقسوم المقسوم عليه بقواء العشرة بعد ذلك أي بعد التحويل اقسم كما في الأعداد الكلية لاحظوا هنا ثلاثة وستون من عشرة آلاف قسمة سبعة من ألف لاحظوا أن المقسوم هنا سبعة من ألف نحتاج أن نحول العدد كلي وذلك بتحرك الفاصلة ثلاث منازل وبالتالي نحصل على العدد سبعة وهنا في المقسوم سنحرك الفاصلة أيضا بمقدار ثلاث منازل عندما نضرب في ألف وهو قوى العشرة سنحرك الفاصلة بمقدار ثلاث منازل ونحصل على ستة وثلاثة من عشرة عندما نقسمها على العدد سبعة نحصل على تسعة من عشرة لاحظوا هنا ستة وثلاثة من عشرة نقسمها السبعة يكون الناتج تسعة من عشرة استودعكم الله وإلى لقاء قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة